في واسط التي أعلنت قبل فترة كأولى محافظات البلاد تطبيقا لتجربة التجهيز الكامل للطاقة الكهربائية على مدار الساعة عادت مشكلة تذبذب التيار الكهربائي وزيادة ساعات الإطفاء تطل من جديد لكنها جاءت هذه المرة على وتيرة متزايدة كما يؤكد مواطنون عم يا وين الكهرباء؟ متنع وين هي الكهرباء؟ دمرنا دمار كامل تجيك القوائم كلها 200 ألف و300 ألف دينار وكهرباء ما شايفين كلها تجينا 10 دقائق وتطفى مثل ترفيك لايت تقول رابطها على ترفيك لايت كهرباء ماكو يطالبني بترشيد وأنا ما شايف الكهرباء شرشد شنو نوع الترشيد اللي أريده يعني يقول لي رشي يقول لي طفي يقول لي كذا يقول لي كذا وأنا كل شي ما شايفني الكهرباء يعني حتى أبو المولد من دل تحت ويادة حاجزة يقول لي عم يا شوك تشغلك وشوك تطفيك مشكلة نقص تجهيز التيار الكهربائي في محافظة واسط التي تفاقمت منذ أيام تزداد سوءا في مناطق جنوب الكوت مثل قضاء الحي حيث اجتمعت لجنة الطاقة المحلية بوفد من أهالي مدينة الحي وإدارتها المحلية للبحث في سبل معالجة تدهور تجهيز الطاقة الكهربائية هناك محافظة واسط ومذ سبوع تقريبا في حالة وضع الكهرباء مترد جدا طالبنا بمحاطات ثابتة إلى جنوب الكوت لغرض إسعافها الكهرباء الحي يعني لازم يصير الحل يعني اليوم احنا جايين المجلس محافظة يريد حل الكهرباء متذبذبة ضعيفة انقطاعات متكررة يعني اليوم احنا جايين ناخذ قرار محدودية معدلات التوليد وكثرة التجاوزات على الشبكة الوطنية إلى جانب ارتفاع الأحمال على مغذيات التوزيع بسبب زيادة معدلات الاستهلاك خلال الصيف هي حزمة أسباب أدت إلى انهيار المنظومة الكهربائية في معظم مناطق محافظة واسط كما يرى مختصون الواسط تأخذ تجهيز 24 ساعة ولكن ارتفاع الأحمال مع انهيار التردد مع قلة الانتاج يؤدي إلى سقوط الخطوط بسبب ارتفاع الأحمال وانخفاض التردد من المنظومة الوطنية سوف تذبذب بالمنظومة الوطنية بالكامل وهذا ليس بمحافظة واسط وانه عن مستوى البلاد كاف سوف تكون هناك اتصامات سوف تكون هناك إجراءات وكان هناك قرار مجلس محافظة واسط بأن يكون هناك قطع للأرتريو وفصل الشبكة عن الحكومة المركزية من مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة